الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أبنائي وبناتي الطلاب في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وبين يدينا درسنا في هذا اليوم بعنوان الرحمة بمعنى ودرسنا هو بعنوان الرحمة وقبل الشروع في الدرس نود أن نذكر أهداف درسنا لهذا اليوم فماذا سنتعلم وماذا سنأخذ يتوقع منك أخي الطالب واختي الطالب في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن تبين معاني الكلمات الآتية الراحمون يرحمهم الرحمن الرحم شجنة من الرحمن وصله الله قطعه الله أيضا أن تعرف براوي الحديث عبد الله بن عاص رضي الله عنه وأيضا تبين فوائد الحديث الآن أود منك أن تفتح الكتاب على درس هذا اليوم وهو بعنوان الرحمة وهو بعنوان الرحمة ونقرأ سويا هذا الحديث العظيم وهو حديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء الراحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله فإذا هذا الحديث العظيم يبين لنا جانبا مهما وهو جانب الرحمة وهو جانب التراحم وأولى الناس بهذه الرحمة هم من كان في محيطك من الوالدين وكذلك أيضا الأهل وكذلك الأقارب وأيضا من كان من أصدقائك فهم أولى الناس بهذه الرحمة ثم الأبعد فالأبعد وأولى الناس بهذه الرحمة هم أهل الإسلام فلابد أن يرحم المؤمن أخاه المؤمن فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّ لنا فضل هذه الرحمة فقال الراحمون يرحمهم الرحمن ألا تريد أن الله عز وجل يرحمك فإن رحمت خلق الله فإن الله عز وجل سيرحمك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله فإذن ينبغي لنا أن نرحم من في الأرض أن نرحم من في الأرض سواء من جميع الدواب وأولى الناس هم بني الإنسان ثم غيرها من الكائنات الحية ومن الحيوان فينبغي لنا أن نكون من أهل الرحمة من أهل الرحمة لأن هذا كما قال الله سبحانه عن نبينا صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلا رحمة للعالمين فلابد أن يرحم المؤمن أخاه المؤمن وهم أولى الناس بذلك ثم إنه أيضا يرحم خلق الله عموما سواء من الكفار أو من هذه الدواب فإن رأى مثلا شخصا يحتاج إلى من يقوده أو يرشده إلى طريق سواء من أهل الإسلام أو غيرهم فإنه يرشده إن كان شخصا جائعا سواء من بني الإنسان أو من بني الحيوان فينبغي الإنسان أن يسقيه إن كان أطشانا أو كان جائعا فيغذيه وغير ذلك من الأمور التي تدل على أثر هذه الرحمة في تعاملك مع الآخرين فهذه الرحمة لابد أن يكون لها أثر في حياتك في حياتك لما تعلم بهذا الحديث فينبغي لك أن تفعل بهذا الفعل وهو الرحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم الرحمن كل مننا يريد أنه الله عز وجل يرحمه فإن أردت أن يرحمك الله فلابد أن ترحم وتعطف على هؤلاء الدواب سواء من بني الإنسان أو من بني الحيوان أو غيرها من الدواب فلابد أن ترحم من في الأرض لأن عند رحمتك بهم كما قال النبي السلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها الذي يصل هذه الرحم فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله هذا في شأن الرحم في من يصل رحمه فإن الله عز وجل كما قال النبي السلام فمن وصل هذه الرحم من أقاربه وصله الله ومن قطعها قطعه الله فإذن أولى الناس بهذه الرحمة من هم أقاربك أولى الناس بهذه الرحمة هي أم أقاربك وأولى الأقارب من الوالدان فينبغي لك أن ترحم أمك ثم والدك وغيرهم من أخواتك وأيضا غيرهم من أقاربك فينبغي لك أن تكون رحيما بهم عطوفا بهم وإذا أرادوا شيئا فإنك تبذل لهم المعروف تبذل لهم المعروف والله عز وجل قال في كتابه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فينبغي لك أن دائما يكون عندك بذل الخير وبذل المعروف وتبذل الخير لهؤلاء الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله بعد أن بينا هذا الحديث الآن ندخل إلى معاني الكلمات الغريبة في هذا الحديث ما معنى الرحمون أي المتصفون بصفة الرحمة المتصفون بصفة الرحمة ويرحمهم الرحمن يغفر ذنوبهم ويتجاوز عن سيئاتهم كل مننا يريد أن الله يغفر ذنبه وأيضا يتجاوز عن سيئاته الرحم وهم الأقارب وهم الأقارب الشجنة هي الشعبة من الشيء وهي مشتقة من اسم الله الرحمن وهي آثر من آثار رحمة الله من رحمة الله مرتبطة بها مرتبطة بها فإذن أول شيء ومما يدل على رحمتك هو صلة الرحم التي تصنعها في من أقاربك وأقاربك من الوالدان أو الوالدين أو كذلك من أعمامك أو أخوالك أو خالاتك أو عماتك أو غيرهم من أقاربك فينبغي لك أن تصلهم وكما قال النبي السلام من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله وقال الله سبحانه فهل أسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهذا من الإفساد وهو أنك تبتعد عن أقاربك ولا تصلهم حتى لو كان منهم الأذية فينبغي لك أن تصلهم ينبغي لك أن تصلهم وهذا يدل على رحمتك بهم كما قال النبي السلام الرحمون يرحمهم الرحمن ويرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الله من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله فإذن هذه الرحم هم الأقارب شجنة أي الشجنة هي شعبة من الشيء وهي مشتقة من اسم الله الرحمن وهي أثر من آثار رحمة الله مرتبطة بها ما معنى كلمة وصله الله ما معنى كلمة وصله الله أي أوصله برحمته وفضله أوصله برحمته وفضله قطعه الله أي أبعده عن رحمته فمن أراد أن يرحمه الله عز وجل فينبغي له أن يكثر من زيارته لأقاربه لأجل أن يلال هذا الفضل الكبير بأن يوصله الله عز وجل بالرحمة وكذلك الفضل والأجر الكبير الذي يحصله هذا الذي يصل رحمه وكذلك ينبغي لك أن تعرف أنه من يقطع هذه الرحم فإنه مبعد الرحمة الله سبحانه وتعالى فينبغي لك أن تصل هذه الرحم وكذلك تتصف بهذه الصفة العظيمة وهي صفة الرحمة فكما قال النبي السلام الرحمون يرحمهم الله يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء التعريف براوي الحديث وهو عبد الله بن عامر بن عاص القرشي رضي الله عنهما عبد الله بن عامر بن عاص القرشي رضي الله عنهما من صفاته كان غزير العلم مجتهدا في العبادة غزير العلم مجتهدا في العبادة فهذا كان من شأن هذا الصحابي الجليل أنه كان غزير العلم مجتهدا في العبادة وهو عبد الله بن عامر بن عاص القرشي رضي الله عنهما فإذن عرفنا براوي هذا الحديث وهو عبد الله بن عمر بن العاص القرشي رضي الله عنه وذكرنا من أخباره أنه كان غزير العلم مجتهدا في العبادة هنا جملة من فوائد الحديث التي نستنبطها من هذا الحديث العظيم وهو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء ثم من هذه الفوائد التي نستنبطها من هذا الحديث المؤمن يتصف بالرحمة وكذلك الشفقة والإحسان للناس والحيوان فربما تجد حيوانا قد كان عطشانا أو جائعا فيحتاج من يسقيه وكذلك يغذيه فينبغي لك أن تتصف بهذه الصفة فهناك بغي دخلت الجنة بهذا الفعل وهو أنها قد سقت كلبا كان أطشانا فهذا مما يدل على وجود هذه الرحمة التي كانت عند هذه المرأة وكانت بسبب ذلك دخلت الجنة وأيضا من اتصف بالرحمة فإن الله يرحمه ويجازيه بجنس عمله فعندما ترحم من في الأرض من جميع الدواب من بني الإنسان والحيوان فإن الله سيرحمك ويجازيك على هذا الفعل الأجر الكبير لأنك كنت اتصفت بهذه الرحمة كذلك الأمر بالرحمة شامل لجميع الخلق من الإنسان والحيوان والطير فكل هؤلاء ينبغي لك أن تكون رحيما بهم واعلم أن هناك حديث تدل على عكس ذلك وهو جانب عدم الرحمة عندما يحبس الإنسان هرة لا يجعلها تأكل من خشاش الأرض وإنما يحبسها ولا يؤكلها ولا يعطيها شيئا فإنه سبب من أسباب دخول النار وهذا قد خرج من قلبه هذه الرحمة وإلا الذي ينبغي له أن يرحم هذه الدابة ويسقيها ويعطيها من ما أعطاه الله سبحانه وتعالى فإذن هذا الحديث يبين لنا جملة من هذه الفوائد ومن هذه الفوائد أن الإمؤمن ينبغي له أن يتصف بهذا الخلق العظيم وهو خلق الرحمة وهذا الخلق تخلق به نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالمؤمن يتصف بهذا الصفة وهي الرحمة وكذلك الشفقة والإحسان للإنسان وكذلك الحيوان وأيضا من اتصف بالرحمة فإن الله يرحمه ويجازيه بجنس عمله يجازيه بجنس عمله كذلك الأمر بالرحمة شامل لجميع الخلق سواء من الإنسان أو الحيوان أو الطير والمؤمن ينبغي له أن لا يفجع هذه الدواب بتفريق أمها عن ولدها سواء من بهيمة الأنعام أو غيرها من الطيور والنبي السلام قال من أفجع هذه بولدها كما جاء في الحديث فينبغي الإنسان أن يتصف بخلق الرحمة ولا يفجع هذه الحيوانات وكذلك من بني الإنسان فإن الإنسان ينبغي له أن يتخلق بصفة الرحمة ومن ذلك ما إخوانه الصغار فعندما يقابلهم لا يفجعهم وكذلك لا يحزنهم فلربما حزنهم إما يدل على خروج قلبه من هذه الرحمة التي ينبغي له أن يكون رحيما معهم وحد الصحابة وهو مالك بن حويرث لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده يتعلم من علمه وكان معه جمع من الصحابة وهم شبب متقاربون تكلم عن الصفة التي كان يتصب بها نبينا صلى الله عليه وسلم فقال وكان رحيما رفيقا وكان رحيما رفيقا فالذي ينبغي لك أن تتخلق بهذا الخلق العظيم وهو خلق الرحمة وكذلك أن تكون رفيقا وتحسن للآخرين بهذه الرحمة وسواء مع بني الإنسان أو الحيوان أو الطير لأن الله سيجازيك بهذا العمل الأجر الكبير هنا الثمرة من معرفتنا لهذا الحديث والعمل الثمرة من معرفتنا بهذه الحديث والأخبار النبي صلى الله عليه وسلم هو العمل أتعلم الرحمة من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أتعلم الرحمة من خلق النبي صلى الله عليه وسلم فنأخذ من أقواله نأخذ من أفعاله نأخذ من هديه نأخذ من تقرارات النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق العظيم وهو خلق الرحمة النشاط أهتداء بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أتحدث أمام مجموعة حول أحد مواقف الرحمة التي مرت بي أسئلة التقويم من صفات الله الرحمة فهو الرحمن الرحيم أكتب ثلاثة من أثار رحمة الله السؤال الثاني بما تكون الرحمة أود منك أن تجيب على هذه الأسئلة وبذلك نكون انتهينا من درسنا في هذا اليوم نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لكل خير ويعيننا عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين